هذه الاتفاقية التي هي شبيهة باتفاقية الشراكة الأوروبية بها غبن فاحش للأردن مدام هاليان طار عموط الغبن الفاحش خلينا بالغبن الفاحش ومدام أنه يعني اعترفت الحكومة بأنها هاي لأن بريطانيا طلعت من الاتحاد الأوروبي وبالتالي طلعت من الشراكة الأوروبية لأن لازم نعمل اتفاقية مشابهة أنا أشكر اللجنة أولا وأشكر معالي الوزيرة المحترمة التي تكلمت في مقدمة الاتفاقية بصدق وأرد على الأخ أمي بأنه كان لي شرف معارضة اتفاقية الشراكة الأوروبية أنا وعدد كبير من هذا المجلس منهم الآن من هو وزير في الحكومة وهو بكل فخر واحترام معالي الزميل محمود الخرابشة يوم أن عطلنا النصاب وجلسنا في القاعة المجاورة أيام كان رئيس الحكومة دولة الرئيس عبد الراوف الرابدة حماه الله وأطال الله في عمره وعمر رئيس المجلس كان عبد الهادي باشر المجال ما أريد أن أقوله ما أريد أن أقوله أن وزير الصناعة والتجارة السابق في الحكومة السابقة يعني قبل مدة يمكن لم يمر عليها سنة وأنا أحترم ذلك الوزير وهو من الوزراء الذين يقبون بواجبهم ويعرفون قيمة المقعد الوزاري وقيمة الواجب الملقى عليه قال إننا نخسر في اتفاقية الشراكة الأوروبية وهيوا يسمعني وإذا لم تسامعني هسا رح يطلع هذا التسجيل أنا أتكلم وما سؤل عن كلامي قال إننا نخسر فيها وأريد أن أعيد النظر فيها لأننا لا نتساوى مع الأوروبيين في التصدير والاستيراد نحن نستورد أكثر مما نصدر ماذا نصدر ليه أوروبا ولا بريطانيا يمكن شوية تمر أو شوية فواكه أو شوية خضار لكن هم يصدرون لنا كل شيء فمختل الميزان التجاري لذلك هذه الاتفاقية لا تفيد الأردن ولا تفيد سيادة الأردن ومدام ساعة الأخ أبو عماد قريها يقول يسود النص الإنجليزي هذا به إساءة لوطني لا أقبلها يحكم النص الإنجليزي يعتبر النص الإنجليزي هو القابل للتطبيق أوكي ما عليش لكن أن يقال يسود النص الإنجليزي إحنا بدنا نرجع لعهد كلوب طردنا كلوب وقاعدين نحتفل كل سنة بتعريب الجيش وطرد كلوب بدنا نرجع نقول يسود النص الإنجليزي لا لا يسود النص الإنجليزي إذا كان يطبق النص الإنجليزي بنفهمها بس يسود النص الإنجليزي ليش دايما نزغر كتابنا يا وزراءنا ليش ليش لما تقعدوا مع الإنجليز والأميركان تزغروا كتابك وتحسوا أنهم أحسن مننا لا إحنا أحسن منهم لا إحنا أحسن منهم وإحنا أرجل منهم وإذا عندهم قواعد وإثيكس أخذوها مننا وإذا عندهم دين مسيح المسيح ابننا والمسيح نشاء عندنا أرجوك أنا عم بحكي دولة الرئيس لا تقاطعني الله يخليك لذلك هذه الاتفاقية ليس لها فوائد للأردن كما قيل والمعاملة التفعيلية من المستفيد هم المستفيدون لذلك أنا أقترح على المجلس لأننا لسنا بحاجة إلى مشروع هذا القانون أقترح على المجلس الكريم واحتراما للسيادة الأردنية واحتراما للاقتصاد الأردني رفض هذا المشروع رفضا تاما حملا بالدستور الأردني والسلام عليكم ورحمة الله دولة رئيس الوزراء تفضل 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 شكرا سعادة الرئيس وأولا سعادة الرئيس أنا بعتقد أنه كرست ثقافتنا الدستورية أن يؤشر رئيس الوزراء والمزراء بطلب الحديث وأنا لم أقاطع النائب المحترم إطلاقا أنا أشرت بإشارة رغبة بالكلام يعني طلب الحديث لاحقة لرئاسة المجلس ولم أقاطع سعادة النائب المحترم إطلاقا الأمر الثاني أنا متفق تماما مع سعادة النائب وأربع بوزراء الحكومة الأردنية أن يصغروا أكتافهم لأحد نحن لا نصغر أكتافنا لأي جهة كانت سعادة النائب الكريم بواسطة الرئاسة الجليلة والكريمة شرحت معالي وزير الصناعة والتجارة ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الاقتصادية الخلفيات المرتبطة بهذه الاتفاقية والتي تتمحور وتتلخص بأن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي وطبعا لذلك كان هناك الكثير من القضايا والمسائل التجارية والصناعية والمرتبطة بقواعد المنشأ التي كانت تغطي بريطانيا عبر أنها جزء من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة التي عارضها سعادة النائب المحترم وعارضها غيره من النواب آنذاك وقبلها نواب آخرين وفي إطار الحديث عن الغبن الفاحش لا ترى هذه الحكومة بأن هذه الاتفاقية تضمن أي من أنماط الغبن الفاحش بنظر الحكومة ولكن هذا أمر في المحصل النهائي متروك تقديره بالكامل لصلاحيات هذا المجلس الدستورية التي نحترمها بالكامل بيد أننا ومن منطلق الواجب الوطني يجب أن نقول أيضا بأنه لدينا فراغ تشريعي فيما يتعلق بتنظيم العلاقات التجارية وعلاقات الخدمات مع بريطانيا العظمى مع المملكة المتحدة بعد أن خرجت الانتحاد الأوروبي وتبعا لذلك صير إلى التفاوض على هذه الاتفاقية وإذا كان هناك عبارة تقول بأن النص الإنجليزي يشود أنا مع سعادة النائب المحترم يجب أن نقول بأن النص الإنجليزي هو الذي يحكم لأن هذا هو المتعارف عليه تشريعيا شكرا سعادة الرئيس شكرا شكرا